يعني ما هي الرواية الحقيقية؟ كيف تم الذهاب إلى الأراضي الروسية؟ وما هي الأهداف قبل أن تروي ذلك؟ مساء الخير والعالم أستاذي الكريم نشكر بنا على أستغطنا أحلام بك ومتابعة الأمنية الحمد الإعلامية معنا نحن تم التغريب بنا من قبل شركة الجابري يمكن أن وسبق أننا تكلمنا بهذا الكلام وسلطنة عمان تم التغريب بمئات الشباب اليمنيين بعمل أمنية ومدنية وكل شخص سوف يعمل حسب تخصصه وحسب مجاله وتم التسجيل وتم تقدم جوازتنا وتم إعطاءنا عقود سلطنة عمان أعتقد أن العقود موجودة معكم وعقود توريد عمال عمال يشتغلون حسب تخصصاتهم وحسب القبرات التي لديهم لم يذكروا لنا أي معركة أو أي جبهة أو أي حرد أو أي شيء من هذا الأشياء لدينا أن نشتغل كل شخص مهنة طيب وبعدين لما وصلتم للأراضي الروسية يعني كيف ذهبتم إلى هذه الجبهات أو كيف دفعوا بكم إلى هذه المناطق أستاذ الكريم عندما تم التحرك من سلطنة عمان تحركنا إلى مطار دبي ثم إلى مسكو توصلنا إلى مسكو وتفاجأنا بأنه تم استقبالنا بكتيبة مسلحة قلنا لهم لماذا؟ قالوا هذه إجراءات أمنية أمنية ومدري إيش ماشينا مع حم وصلنا إلى مركز استقبال أتت لجنة طبية تم الحوصات وتمت أشياء من هذا المعاينة ثم أخبرونا كنا نحن لن وقع على عقود لا نعلم ما بداخلها هذه باللغة الروسية ونحن لا نعلم باللغة الروسية فأتا من ترجم اسمه أليسكندر يدعى إنادون أليسكندر هو سوريا الجنسية أخبرنا بأن العقود عقود أمنية وسوف نشتغل كل شخص حسب تخصصه وسيتم دفع مبالغ من 10 ألف دولار وتبالغ مبالغ رواتب شهرية 2500 دولار وسوف نشتغل في المجال الأمني لمدة 6 أشهر وسوف يعطونا الجواز الروسي ثم نكمل باقي السنة تم التوقع العقود ثم نقلونا من محافظة نقني نقفورد إلى حوالي 24 ساعة إلى منطقة اسمها الرسطوف أو لا أعلم ما اسمها بالضبط تمام والصن نتفاجع بأنها منطقة معسكر يعني أعطونا السلاح وأعطونا البدلات العسكري قلنا لهم لماذا نحن لا نحاج إلى السلاح نحن مدنيين وكذلك سنفتلط مع الجانب الأمني المدني قالوا كيف تحمل أفسكم من أي إرهابين أو من أي شيء أنتم ستعملون في الجانب الأمني وأنتم الآن هناك يا عبد الناصر صح؟ لا حاليا نحن في جبهة القتال نحن في الأراضي الأوكرانية نحن في مأخرة الجبهة تم نقلناها قبل ثلاث أيام إلى مأخرة الجبهة وكنا في مقدمة الجبهة نقوم بحفر الخنادق ونقوم ب أنه يدخلون بعض الشباب إلى الخنادق كي تمركزوا في مناطق تم السيطرة عليها نحن في خطر طيب لا يمكن يسمحوا لكم بالخروج عندما تحتتم إليهم لم يسمحوا لنا بالخروج عندما وصلنا إلى المعسكر تدربنا 17 يوم ثم أخذونا إلى الجبهة فوق عدة حافلات واخذوا جوالاتنا وصلنا وتفاجئنا بأننا في الأراضي الأوكرانية أخبرناهم بأننا لم يتفق على هذا الاتفاق قالوا الذي لا يذهب إلى الجبهة سوف نقتله ونرميه إلى النفاية يعني ترجموا لنا بهذا الترجمة ويمكن بقيت قصة عندكم أخذوا 20 شاب وقتلوا 7 أشخاص 8 أشخاص مفقودين لا حد الآن ونحن لليوم من شهر و 6 أيام الناشد ولم يستجيب لنا أي جهة للأسف وكذلك أخي الكرم قبل 5 أيام أخذوا 8 شباب وتحركوا بهم إلى الجبهة بعد إخراجنا من الجبهة حاليا أربع شباب مفقودين لا نعلم عنهم أي شيء وكذلك لدينا أثنين جرعا إلى اليوم أربع أيام ولم يستطيعوا الخروج يعتقوهم بالعشاق من الموت طبعا هذه هي فرصة أن تصل أصواتكم ونضم طبعا صوتنا إليكم بإنقاذكم من الموت شكرا على انضمامك معي عبد الناصر علي أحد العلقين في روسيا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك